انطلقت تأمس بدار المرأة الجادية فعالية اليوم السادس عشر ضد العنف الممارس في حق النساء المناسبة الافتتاحية ترأستها المديرة النائبة المكلفة بحماية النوع والتكافؤ بيزارة المرأة والتضامن الوطني أحمد خميس جمع احت موضوع لا للعنف ضد النساء والفتيات انطلقت حملة التوعية حول منع الانتهاكات الواقعة في حق النساء في كافة أنحاء البلاد والعالم تخلل حفل البداية العديد من المداخلات أولاها للممثل النائب لمكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين الذي حيى جهود الحكومة وشركائها في مجال حماية المرأة والبنت كما تحدثت ممثلة الوزيرة المديرة النائبة المكلفة بالنوع والتكافؤ مرتين تنغار مشيدة بدور المفوضية لشؤون اللاجئين في مرافقتها الحكومة في تنفيذ برامجها الهادف إلى حماية المرأة وتوفير حقوقها في الحياة في الختام قدمت رئيسة النساء اللاجئات كلمة شكرت خلالها الحكومة الجادية وشركائها في تقديم دعم اللازم للاجئين قامت اليوم كل من شركتي إيسو تشات وتوتكو بتقديم مساعدات لجمعية حماية الأطفال ولمركز الحب لتدريب الأطفال المناسبة جرات بمدرسة الأيتام بحي حبنا منا حسن سكاي جاءت هذه البادرة الإنسانية التي قدمتها جمعية النساء العاملات في شركات البترولية إيسو تشات وتوتكو لجمعية حماية الأيتام بهي أنجاري ومركز الحب لتدريب الأطفال في مدرسة الأيتام بهي أبينا تمثلت هذه المساعدات من مواد غزائية وأدوات مكتبية وحدايا أطفال أثناء تقديم المساعدات تحدثت رئيسة جمعية النساء العاملات بشركة إيسو تشاد سالكم قربتنا أن وجودهم هذا من أجل أن يرسموا البهجة والسرور في وجوه الأيتام في هذين المركزين من جانبه مدير مركز الحب لتدريب الأطفال في مدرسة أيتام شكر ممثلي شركة إيسو تشات وتوتكو على ما قام به من عمل الإنساني ودعا أصحاب النوايا الحسنة أن يحزوا حزوا هذين الجماعيتين أما مدير شركة إيسو تشات كريستيو لانوبال قال أنهم سيقفون دائما مع الطبقات الضعيفة لا سيما أولئك الذين فقدوا آبائهم وأمهاتهم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون قام اليوم أعضاء جمعية الإخوان على مقدمة رئيس الجمعية نوجيل برايم بزيارة ودية لمستشفى الوحدة الكائن بحارة شقوى بالدائرة السابعة وذلك من أجل تقديم مساعدات للمرضى وتعتبر هذه المساعدة هي الأولى من نوعها منذ تأسيس الجمعية في شهر مارس من هذا العام وهي جمعية اجتماعية تهدف إلى مساعدة الضعفاء والمحتاجين المناسبة كانت بحضور نائب مدير مستشفى الوحدة وعدد كبير من أعضاء الجمعية ترأس الأمين العام لإقليم بحر الغزال حفل تنصيب أعضاء المكتب الإقليمي لتحالف الشباب الساحلي لدعم سياسة الحكومة ونشاطات المواطنين بإقليم بحر الغزال خليل حسن صلي تحالف الشباب الساحلي من أجل دعم سياسات الحكومة ونشاطات المواطنين ينصب رسميا أعضاء المكتب الإقليمي التابع للتحالف بإقليم بحر الغزال والبالغ عددهم خمسة عضوا يترأسهم محمد لافي حقر وبعد تنصيبهم رسميا من قبل الأمين العام لإقليم بحر الغزال أحجي كسالو أكد رئيس التحالف أن مؤسسته تعمل على تنمية الإقليم عن طريق دعم سياسات الحكومة عبر تكسيف النشاطات وفتح الفرص أمام المواطنين عمدة مدينة موسرو عيسى عبد الرحمن أشاد بأهداف التحالف وقال إن الحكومة وحدها لا تستطيع أن تحقق كل متطلبات المواطن الأمين العام للإقليم طلب من الجمعية العمل وفقا للأهداف التي رسمتها واحترام النظم الدستورية للبلاد ونشير لأن التحالف حصل على تصريحه بتاريخ السادس عشر من نوفمبر لهذا العام